سياة القضاء الجليل لو تحدثنا عن الأعراف القضائية والتقاليد القضائية الرصخة في الدولة المصرية واللي ضربة بجزرها في أعماق التاريخ ما هي هذه الموروثات القضائية الرصخة التي يتميز بها القضاء المصري؟ القضاء المصري قضاء من حق كل مصر يعني يفخر به قضاء بيقود القضاء في الوطن العربي قضاء بيتمتع بالشفافية بيتمتع بالنزاهة بيتمتع بالحيدة وتلك الصفات يعني بتضاهي ذات الصفات في أعرق الدول الديمقراطية والقضاء يحترمون القانون ويقدرون ويعملون تحت مظلة واحدة وهي خشية الله سبحانه وتعالى التاريخ ممتد طويل منذ يعني تخرجك من كلية الحقوق جامعة القهرة عام 1976 رحلة ممتدة رحلة عمل طويلة وشقة في العمل القضائي امتدت وتخطت خمسين عاما ما الذي يعني عيشته وصابرته طوال هذه الرحلة؟ العمل القضائي ايا كان الموقع سواء في النيابة العامة او في القضاء او في محكمة النقب يعني دائما امدا بيحتاج الى الدقة ملاحظة التفاني في العمل لان الامر متعلق بحقوق عشان كده سواء كنا في النيابة العامة او كنا في المحاكم او في محكمة النقب العدالة هي النبراز وهي الهدف وهي الغاية والقاضي هو ملوط به تحقيق العدالة بين الناس الناس تتعامل مع القاضي ايا كان حكمه ليس على من منطلق القانون ولكن الثقة في القضاء الثقة في ان القاضي عادل الثقة في ان القاضي محايد الثقة في ان القاضي نزيج الثقة في ان القاضي شفاف والقانون الزم القاضي بان هو لما يحكم يدون اسبابه هذه الاسباب بتمثل الشفافية في الحكم يعني انا حكمت عليك بالسجن ثلاث سنوات انا كاتب الحكم لانك ارتكبت كذا وكذا بدليل واحد اتنين ثلاثة اربعة عشان كده المحكمة بتستخلص ادانتك من واقع كل هزي الادات. هي رحلة طويلة ورحلة يعني انا فخور بها جدا. الكلام يصعب لانه اه السي بي بتاع حضرتك احنا مزاكريون كويس